طبعا معنا هيك شيء تلت دقائق أخ سامح إذا حبينا نلم الموضوع الحلقة اللي فاتت والحلقة اليوم إيه الرسالة في كل موضوع التبرير اللي عاوز توصلها للمشاهد الرسالة اللي بتوجهها كلمة الله لكل مشاهد أعزائي إذا كنت مزنب وتشعر بالتبكيت الداخلي وتدرك تبكيتك ووضعك القانوني قدام إله بار وتدرك أنك محكم عليك بالدينونة وده اللي بيقوله لك عقلك وضميرك بتأثير وعمل الروح القدس اللي انت مش شايفه واللي انت لا تدركه تعالى لله لأن الله عنده خبر صار لك الله القاضي سيبررك سيزيل خطاياك من حسابك تماما وسيضيف برن إلى حسابك لتصبح أمامه بار فتتمتع بالسلام العميق وتتمتع بالرضى الإلهي ولك رجاء يقيني في المجد الأبدي وإذا رفضت عزيزي أقول لك اللي بيقوله الكتاب إذا استهزأت فأنت وحدك تتحمل لأن الله لا يريد إدنتك الله يريد تبريرك داع 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 الداع داع داع هذا ومجدا لجلالك يا رب من أجل التكلفة تكلفة تبريرنا يا رب لتنقلنا من حالة الزنب إلى حالة البر من حالة الخوف إلى حالة السلام العميق معك من حالة الطرد من محضرك يا رب إلى حالة القبول إلى الأبد من حالة الدينونة واليأس بسبب الدينونة الأبدية القادمة إلى حالة الافتخار على رجاء المجد شكرا لك التكلفة كانت موتك كانت موتك على الصليب تحت ثقل خطيئنا شكرا لك بنصلي من أجل كل نفس سمعت الرسالة لكي تأتي إليك نصلي من أجل كل شخص تبرر بالإيمان لكي يدرك أن هذا السلام متين لا يمكن أن يفقد يا سيدنا شكرا لك من أجل هذه الحلقة شكرا لك من أجل القص نظار من أجل هذا البرنامج الرائع ومن أجل كل الأحباء العاملين يا سيدنا الكريم ولإسمك يا رب نهدي كل المجد آمين آمين مرة تانية شكرا كتير دكتور سامح ربنا يباركك ويبارك خدمتك تخيل الآية التي تقول وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه وهذا الموقف القضاء الله بيحكم مش بس في برائتنا في تبريرنا وبيحط لحسابنا تبرير وبركات ونتائج اللي اسمعناها من الأخ سامح أنا بصلي من كل قلبي أن هذا القرار يكون قرارك اليوم وتختبر هذا التبرير مثل العشار المكتوب عنه راجع إلى بيته مبررا دون ذاك ربنا يباركك إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة